هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة البحرين بوتيرة متسارعة حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 307 145 شخصا حتى مساء يوم أمس السب فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 199 374 شخصا هذا وتوفر مملكة البحرين خمسة لقاحات بشكل اختياري ومجاني للمواطنين والمقيمين وشددت وزارة الصحة على أهمية مبادرة جميع أفراد المجتمع للتسجيل لأخذ اللقاح بما يسهم في دعم الجهود المبدولة للتصدي للجائحة واكتساب مناعة مجتمعية كافية لمنع انتقال الفيروس اشتركوا في القناة